أشهد نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي بجهود قيادة السلطة المحلية بوادي حظرموت والصحراء في تسيير العمل الخدمي والتنموي وتكريس أجواء الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل ناجح وأشار خلال اجتماعه مع وكلاء المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير والمهندس هشام السعيد وعبدالهادي التميمي لأن مدريات وادي حظرموت والصحراء مثلت نموذجا متميزا للإدارة المحلية وتلمس احتياجاتها وهموم المواطنين والاستغلال الأمثل لمواردها في مجالات التنمية وأكد الخنبشي دعم الحكومة لاستمرار وإنجاح هذه التجربة بما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المجتمع المحلي منويا بأهمية استمرار الجهود والحفاظ على النموذج المتميز الذي تقدم حظرموت من خلال احتضانها للعديد من الفعاليات السياسية والثقافية والرياضية بدونه تطرق الوكيل الكثير إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع إضافة إلى الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية